مرحبا لدى محاكم الله في حلقة جديدة من سلسلة تسريبات الأسبوعية التي تجيكم كل يوم السبت بحذي حقا بسويكم شي جديد كنوع من المساعدة راح تلقى أوقات لكل خبر موجود بالأسفل في الدسكريبش انتقلها تختار الوقت تنتقل بسرعة للخبر اللي يهمك أولا خلنا نتكلم عن شركة بلوبو وهي شركة صينية صغيرة أتمنى أني قلت الاسم بشكل صحيح عادي جدا إذا كنت ما تعرفها هذه الشركة راح تلقى عن جهاز اسمها S2 خلال MWC وهذا مؤتمر العالمي للجوالات اللي راح يطلق في أو خلال نهاية الشهر الحالي هذا الجهاز فعليا هو راح يركز على أنه يكون بشاشة كبيرة بأطراف صغيرة يذكرني كثير بشاومي مي ميكس الآن لما نتكلم عن الجوالات الجديدة اللي طلعت خلال 2017 والآن 2018 فهي تعتمد على شاشة الأطراف الصغيرة لكن بثلاثة أشكال مختلفة إما أنه بتصميم يكون الأطراف صغيرة من كل الجهات وتكون عريضة من تحت مثل Essential ومثل كذلك شاومي مي ميكس أو أنه يكون بأطراف كبيرة بالأعلى وبالأسفل مثل ما سوى سامسونج وكذلك LG أو شركات تعتمد على النوتش أو اللي هي قطعة زايدة بالأعلى مثل آيفون ومثل كثير جوالات راح نشوفها خلال السنة الحالية واللي واحد منهم أو اثنين منهم راح تتكلم عنهم في هذه الحلقة فهذا الجهاز راح يعتمد على التصميم اللي هو مثل شاومي أطراف صغيرة من كل الجهات والجزء اللي تحت ما هو باين لأنه واضح أن الصور مي اللي مطلعها غالبا راح تكون الشركة نفسها عشان كذلك هم مطلعين جزء اللي تحت لكن راح يكون عريض بالغالب ما راح يكون في كاميرا أمامية وبالتالي الكاميرا اللي موجودة بالخلف هي اللي راح تنقلب وراح تسير أمامية واللي نأمل أنه هذا راح يعطيها جودة صور أفضل بكل الأحوال الجهاز يعني أنا شوف تصميمه جميل وخلني يقول أوكي يستحقنا أن نتكلم عنه صراحة راح نتقل لحديث عن نظام آيو اس 12 أبل ما زالت تشتغل عليه ما انتهت منه هذا النظام مفروض أن نشوفه مبدئيا خلال منتصف سنة 2018 وبعدين راح يوصل للأجهزة أو آيفون تحديدا وآيباد وهذه الأجهزة خلال سبتمبر مثل كل عام هذا النظام كان من المخطط أنه يكون فيه كثير مميزات جديدة مثل كل سنة أنه يصفون لك أشياء كثيرة مرة بعضها تحس فيها وبعضها حتى ما تحس فيها لكن هذه السنة بحسب أبل أو بحسب بعض الأخبار القريبة من أبل قالوا بأنه ما راح يركزون على أنهم يضيفون مميزات جديدة نعم راح يكون في بعض المميزات جديدة لكن راح تكون قليلة التركيز الأكبر والأكثر خلال هذه السنة راح يكون على الأداء وعلى الاستقرار والسبب هو واضح آيو اس 11 كان فيه كثير من المشاكل لأنه خلال السنوات الماضية ما فيه مرة قالوا تعال خلال نوقف ونركز على الأداء والاستقرار كانوا دائما يركزون على أنه يغيرون ديزاين يحطون ميزات جديدة وإلى آخره فبالتالي هذه السنة يحتاجون أنهم يتراجعون الخلف شوي يركزون على الأداء ويرركزون على استقرار لأنه آيو اس 11 كان مشكلة كبيرة كان صدق مشكلة كبيرة طيب راح نتقل لحديث عن P20 هو جهاز هواوي P20 ممكن يقول كيف الناس يقولون انتقلنا لعشرين من عشرة كانت السنة الماضية فهو كذا الضار راح يغيرون تسمي راح سير عشرة عشرين ثلاثين يعني مفروض أنه هو P11 بكل أحوال هذه السنة راح يتجي ثلاثة أجهزة هذا عدد كبير جدا نشوفه لجهاز واحد يعني ثلاثة نزخ عندك P20 العادي P20 بلس و P20 لايت خلونا نبدأ نتكلم عن P20 بلس P20 بلس راح يكون حجمة كبيرة نتكلم عن 6 إنش هذا الجهاز تصربت تصميمها غالبا هذه الأجهزة ثالثة راح تكون كلها بتصميم آيفون 10 قاعدين نتكلم أنه القطعة الزائدة اللي موجودة بالأمام في آيفون 10 نعم موجودة في P20 والكاميرا بالخلف راح تكون بالزاوية راح تكون طولية نفس الفكرة تماما حتى لما قاعدين نتكلم عن النظام في هذه الأجهزة راح تحصل على التعرف على الوجه راح تحصل على خاصية أنيموجي اللي هي الإيموجي المتحركة وراح تحصل على كثير من يحاولون كثير من الخصاصة اللي قدمها آيفون 10 راح تكون في هذه الأجهزة البلس اللي هو حجمه كبير هذا الجهاز احتمال كبير جدا يكون ما فيه مدخل للسماعات لكن راح يحتفظ على مستشعر الـ IR التسريبات هنا كانت حوسة شوية صراحة الجهاز ما زال عليه وقتي راح يكون في نهاية الشهر القادم لهذا ما زال فيه شوية وقت ولهذا ما زال فيه شوية معلومات ممكن تنكشف خلافات القادمة البلس مثلا راح أظهر بأنه ما فيه زر هوم بالأمام ولا فيه بصمة بالخلف وهذا يخلينا نشك شوية من خلفية الجهاز ما زال مفروض أن يكون فيه بصمة بالخلف لا تتحمس كثير تقول بصمة في الشاشة لأنه ما أتوقع شخصيا الأهم هنا أهم شيء لازم تلاحظه في البلس هي موجود ثلاثة كاميرات بالخلف إيش فائدة الكاميرا الثلاثة؟ إلى الآن ما اكتشفنا ولكن حتى دعوة هواوي للإعلاميين اللي الموتمر راح يكون في الشهر القادم لمحوا في وجود الدعوة ثلاثة كاميرات وهذا يؤكد فعلا وجود ثلاثة كاميرات في جهاز البلس لما ننتقل لبي تونتي لايت هي النسخة الأخف فلا تتوقع أنها أخف وأرخص راح تكون ثلاثة كاميرات راح تستمر بكامرتين ويبدو بأنه راح تكون البصمة بالخلف فهذا الجهاز باحتمال أن يكون أصغر شوية قاعدين نتكلم من 5.7 إنش إلى 6 إنش ما نحن متأكدين من الحجم إلى الآن والسبب هو وجود القطعة بالأعلى السبب أيضا هي الأطراف المقوسة للشاشة فبالتالي هذا خلى شخص اللي سرب ما قدر أنه يحسب حجم الشاشة بشكل كويس الأهم هنا أنه السلسلة بيكا معروفة بأنها صغيرة الحجم الآن صارت كبيرة جدا قاعدين نتكلم عن حجم تقريبا هو نفسها سلسلة الميت وهذا شي غريب بحد ذاته هذه الأجهزة راح نشوفها نهاية الشهر القادم خلال الحلقات القادمة لابد أنه المزيد من التفاصيل راح تنكشف عنها وبعدين غير الـ P20 Lite والـ P20 Plus راح يكون في P20 العادي هذا قال يبا احتمال أنه يكون بزر هوم موجود أو بصمة في الواجهة احتمال يسوون نفس الشي اللي يسوونه معه Mate 10 و Mate 10 Pro نسخة فيها زر هوم وبصمة بالأمام ونسخة أخرى بصمة بالخلف هذا المحتمل بشكل كبير جدا P20 ايش سالفته للأسف ما شفنا لأي فيديو أو صور طلعت للتصميمة هل راح يكون بكامرتين مثل اللايت أو راح يكون بثلاثة كاميرات مثل بلس ما أعرف إلى الآن يمكن كامرتين ومص يعني خير الأمور أوسطها ما أعرف ننتقل لحديث عن جالكسي S9 أهم جهاز عن سامزونج هذا الجهاز المفروض يعلن عنه خلال أسبوعين من الآن هذا الجهاز فعليا يقال بأنه سعره راح يكون أغلى من الأسعاد بالرغم من أنه S8 السنة الماضية رفعوا سعرها هذه السنة السعر في بريطانيا حسب المقررة وحسب الإشاعة اللي طلعت راح يقرب من 900 دولار لما نجي نقارنه بالنوت نوت 8 مثلا كان سعره هو 950 دولار فسعره راح يقرب كثير من النوت وهذا راح يكون مشكلة شوية بالوقت نفسه الجهاز راح يكون أسمك من السنة الماضية لما نقال S9 بلس بS8 بلس راح تلقى S9 بلس أسمك أتمنى أنهم زادوا البطارية في نفس الوقت أطراف الشاشة راح تكون أصغر بشكل بسيط جدا ما أعرف إذا باللاحظة في الواقع أو لا لكن ما إحنا مستعجين راح أشوفها في الواقع بإذن الله قاعدة ديكسي اللي سبق تكلمت عنها قبل مجموعة من الحلقات لأول مرة طلع من مصدر موثوق صورة رسمية لها تبين بأنه على عكس الجيل الماضي بالنسبة لما يكون الجهاز واقف هذه مرة راح يكون منسدح أو مدين وش تسمونها المهم الفكرة من قاعدة ديكسي إذا ما تعرفها هي أنك إنت لما تركب فيها جوالك وتركبها بشاشة راح تحول الجوال بمحتوياته إلى كومبيوتر ليش غيروا التصميم ليش ما صار الجهاز واقف السبب أنه هذه المرة يبغون يخلون الجهاز نفسه يصير ماوس فبالتالي هو تقريبا قاعد على الطاولة أو شبه من سد على الطاولة تقدر أنك إنت تستخدمه كماوس أو حتى ككيبورد وهذا شيء شبيه اللي شفناه في الميت 10 برو خلال هذه السنة وهذه شغلة كويسة تحديث آيو اس 11.3 هذا ما بعد وصل للناس هذا ما زال تجريبي قاعد يجربون أبل داخليا ووصل حتى كنصخ تجريبية النظام هذا يحمل ميزة مهمة جدا داخل الإعدادات راح يعلمك البطارية تبعك كيف هي 100% معنات أنها ممتازة وجديدة وغالبا الجوالات الجديدة راح تطلع فيها 100% بغض النظر عن موديل الجهاز وبعدين مع الوقت وحسب استخدامك تبدأ ينخفض أداء البطارية وتنخفض هذه النسبة بنفس الوقت من خلال الإعدادات نفسها راح يكون فيه خيار تعطيل إبطاء آيفون أو تفعيله يعني تقدر أنك تعطره أو تفعله حسب ما تبغى وهذه بخطوة جيدة أنها أبل تراجعت بعد موجة الانتقادات الكبيرة من الكل لأبل خلال الفترة الماضية وما ألومهم صراحة ننتقل للحديث عن جالكسي اس 10 بتكون لحظة إذا ما بعد نزل اس 9 نعم للأسف نعم لكن هو الخبر فعليا بسيط جدا لما نتكلم عن جالكسي اس 10 فالخبار تقبل أنه ما راح يكون فيه اس 10 اس 9 اللي راح نشوفها نهاية الشهر الحالي راح يكون آخر جهاز من سلسلة اس السنة القادمة بدال اس 10 راح يكون فيه نسخة اسمها اكس سامسونج فجأة أعجبها اكس راح يسمونا اكس هالراح يسمونا 10 كلفظ أتكلم أو اكس إلى الآن ما نعرف ما نحن مستعجلين راح نشوف السنة الجاية لما يلون عنه لكن راح يكون اكس بوقت سابق سمعنا بأنه فيه جهاز اسمه جالكسي اكس أو سامسونج اكس أو أي أن كان اسمها المهم أنه فيه سمعنا جهاز اسمه اكس هو راح يكون الجهاز القابل للثني أو للإنحناء فهل هذا هو الجهاز نفسه اللي راح يحل محل الاس 10 هذا لغز كويس جدا بكذا انت تتعلم حقا لا تنسى تشترك بالقناع عشان تشوف مزيد من الحلقات أو أعطي لايك على الفيديو إذا أجوك أشوفك في حلقة قادمة إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة